اشتركوا في القناة حساسية العين يقول مع قدوم فصلي الربيع والصيف يعاني بعض الناس من احمرار العين مع حكة مستمرة إلى جانب عدم القدرة على الرؤية إلى جانب عدم القدرة على الرؤية بوضوح ومن أعراضها تورم في الملتحم وزيادة الإفرازات المخاطية والدموع وتعد حبوب اللقاح التي تكثر وتنتشر في فصل الربيع من أسباب الحساسية بالإضافة إلى الرياح المحملة بالأتربة والغبار وارتفاع درجات الحرارة وأشاعة الشمس والملوثات الهوائية مثل عوادم السيارات وغيرها ويجب التوجه لطبيب العيون عند الإصابة بحساسية العين حتى يصنف نوع الحساسية والعلاج المناسب لها مثل استخدام مضادات الهيستامين لتخفيف الحكة وتقليل الدموع وكذلك قطرات الكورتوزين للحالات الصعبة وهناك بعض السبول للوقاية من ينفذها يقي عينيه من الحساسية وهي أخذ قصة من الراحة والنوم العميق من أجل الصحة عموما ومن أجل صحة عينيك على وجه الخصوص تجنب مسببات الحساسية ولا سيام حبوب اللقاح والأتربة والغبار وتجنب أشاعة الشمس ودرجات الحرارة العالية والملوثات الهوائية وضع كمادات المياه الباردة على العين لعدة مرات يوميا استخدام النظارات الشمسية الأصلية التي تفيد في حماية العين من الغبار والأتربة وأشاعة الشمس القوية عدم استخدام العدسات الأسقة لأنها تزيد من أعراض الحساسية عدم دعك العين والاكتفاء بغسلها استخدام الشاش الطبي أو قطن لتنظيف الجفن لتنظيف الجفن ويمكن استعمال إحدى القطرات أو المراهم الطبية حسب وصفة الطبيب المختص لتسهيل تنظيف العين يقول أقرأ النص أقرأ النص السابقة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول يقول ما وقت انتشار حساسية العينين كما قرأنا يا أبني أنها تنتشر في فصلي الربيع والصيف يقول أيضا ما مسببات حساسية العينين المسببات الموجودة التي وردت في النص حبوب اللقاح والأتربة وأشعة الشمس أيضا يقول ما سبل الوقاية من حساسية العينين يقول هذه السبل منها استخدام استخدام القطرات والمراهم الطبية ووضع كمادات المياه الباردة على العين وعدم التعرض لأشعة الشمس يقول أستخرج أسلوب شرط وأبين أركانه أسلوب الشرط الذي ذكرناه أو الذي ورد في القطعة يقول من ينفذها يقي عينيه من الحساسية السؤال التالي وأبين أركانه صحيح يقول أركانه كما ترى في هذا المثال أداة الشرط هي من ينفذها هو فعل الشرط هو فعل شرط مجزوم بأداة الشرط مجزوم علامته جزمية طبعا السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر يقول فعل الشرط طبعا ينفذها يقي فعل واقع فيه جواب الشرط هو أيضا مجزوم علامته جزمية حذف حرف العلة لأنه فعل معتل الآخر أستخرج من النص مصادر الأفعال الآتية سهلا آتي بالمصدر كما ذكرنا يا أبني وأقول كلمات ممنوع فأقول سهلا ممنوع التسهيل نحذف الآلف ولا هم تبقى التسهيل يقول احمرارا قادما قدوما أو قدوم أفرزا إفرازا طيب يقول أعرب ما تحته خط الخط وجدنا أولا موضوع تحت كلمة يعاني وإذا أردنا أن نعريبها فهي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للثقالي تكثر فعل مضارع صحيح طبعا وعلامة صحيح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أيضا على آخره يا أبناء الوظيفة النحوية يقول أقرأ الأمثلة ثم أملأ الجدول الآتي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين المثال التالي يقول الطالبان يحافظان على الرياضة البدنية التالي يقول تسعى الدولة لتطوير الخدمات الصحية التالي يقول تنشر المراكز الصحية في الأحياء أو تنتشر المراكز الصحية في الأحياء السكنية في المثال الأول يقول أين الفعل المضارع طبعا الفعل المضارع في المثال الأول يقول الفعل المضارفي المثال الأول هو تهتدي مرفوع طبعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للثقل المثال التالي يقول الطالبان يحافظان يبقى يحافظان هو الفعل المضارع مرفوع علامة رفعي الثبوت النون المثال التالي يقول تسعى الدولة يبقى تسعى هو الفعل المضارع المعتل للآخر علامة إعرابه مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر والتعذر بمعنى الاستحالة المثال التالي يقول تنتشر المراكز الصحية يبقى تنتشر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة يا أبنائي يقول أملو الفراغ بالكلمة الصحيحة إملائيا مما بين القوسين أعيا أم أعيا بالألف اللينة أم بالألف القائمة المتطرفة أولا نبدأ بهذه الكلمة يا أبني أعيا هي كلمة أو هذه الكلمة نوعها هي اسم عن فعل أعيا وعبارة عن فعل ماضي تمام وهو أكثر من ثلاثة أحرف يبقى ننظر إلى الحرف الذي يسبق الألف أو الذي يسبق الألف إذا وجدناها تكتب بصورة ألف قائمة يبقى أن أعيا الأخيرة هي صحيحة بالألف القائمة حرم الله الربى على المسلمين أو تكتب الربى بالألف القائمة كما نرى يحب المواطن ثارى أحسنتم يا أبناء فعلا تكتب أيضا بالألف اللينة وزعت الهدايا على الأوائل بالفعل يا أبناء أيضا الهدايا تكتب بالألف القائمة وذلك لأنها كلمة أكثر من ثلاثة أحرف والحرف الذي يسبق الألف المتطرفة هو إلياء خامسا نقول امتطى الفارس صهوة جواده امتطى بالألف اللينة يا أبناء الألف المتطرفة اللينة وذلك لأنها أيضا أكثر من ثلاثة أحرف والحرف الذي يسبق الألف ليس بيين السؤال التالي يقول الصنف اللغوي أستخرج المصدر وأبين وزنه والفعل الذي أشتق منه هنا يقول الاستغفار من خلق التائبين المصدر طبعا كلمة الاستغفار ووزنها يا أبنائك كما نرى استغفار على وزن استفعال والفعل استغفار وفعل ماضي طيب إكرام المجدين اعترافهم بفضلهم المصدر إكرام ووزنه إفعال والفعل منه أكرام طيب يرتب الطالب ترتيبا جيدا يرتب الطالب ترتيبا جيدا طبعا المصدر بالفعل كما نرى هو ترتيبا ووزن هذا المصدر يا أبنائي تفعيل والفعل منه رتب الفعل الماضي رتب قراءة القرآن تشرح الصدر بالفعل المصدر هو كلمة قراءة أو قراءة ووزنه فعالة والفعل منه قراءة رأيت وهيجان البحري المصدر طبعا كلمة هيجان ووزن المصدر فعلان والفعل منه هاجة يا أبنائي الرسم الكتابي طبعا لابد أن تكتب هذه الجملة بخط جميل إلى هنا تكون قد انتهت الأسئلة